السلام عليكم معنا الشيخ أحمد صياط نحن قاعدين بيتنا ويشرفنا وجودنا عنه نسأل الشيخ بدنا كلمة توجهها لشباب المسيطة يعني فيه دم ذاعة وفيه قصص يومي وفيه بعض التفريق والمصالح الشخصية بدنا يمنى كلمة لشباب الموجودين بالداخل شد من أذرهم شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوتنا في مدينة المسيفر نحن نحييكم نحيي صمودكم نحيي وقفتكم الشجاعة والصابرة نحيي ثباتكم على الحق والإيمان نحيي رجولتكم ونحيي هذه الدماء الطاهرة التي سالت فوق ثرى لمسيفره هذه الدماء لن ننساها أبدا سوف نذكرها وسوف تذكرها الأجيال القادمة وسوف يذكرها التاريخ يا إخوتنا نحن نعلم أنكم تتعرضون في كل يوم للقصف من قبل جيش النظام المجرم الحاقد نحن نعلم أن هؤلاء الناس حاقدون علينا وعلى كل من يقول لا إله إلا الله لأنهم أعداء لا إله إلا الله ولأنهم أعلنوا الحرب على الله وعلى كل من يوحد الله فندعوكم ندعوكم في هذه الليلة المباركة ليلة القدر الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ندعوكم إلى أن تثبتوا وأن تتوحدوا وأن تقفوا وقفة تشرفنا وتجعلنا نرفع رؤوسنا عاليا فخرا بكم واعتزازا برجولتكم وبثباتكم أنتم والله شعلة قدمتم التضحيات تلو التضحيات هذه التضحيات لن تذهب عبثا ولن تذهب أدراج الرياح فأنتم يا أهلنا قدوتنا أنتم يا أهلنا في لمسيفر قدوتنا أنتم رجاؤنا أنتم أملنا لا تخيبوا أملنا فيكم لا تخيبوا رجاءنا فيكم كلنا كل إنسان في حوران بل وفي سوريا يعقد عليكم الأمل وهذه مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة تتحملونها أمام الله وأمام التاريخ فكونوا أهلا لهذه المسؤولية وكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة هذه المسؤولية والأمانة تتطلبان منكم أن تتوحدوا وأن تنبذوا الخلافات وأن تنبذوا كل فكر يسعى لتقسيمي ولتفريق الشمل نحن يجب أن يكون لنا هدف واحد هو إسقاط هذا النظام المجرم هذا الهدف لا يجوز أن يعلوا فوقه أي هدف آخر لذلك تناسوا كل شيء تناسوا الخلافات أمبذوها وألقوها جانبا وقولوا للدنيا كلها بأن الامسيس واحدة شعبها واحد أهلها موحدون لا تفرقهم الغيات ولا الأغراض ولا المغانم ولا المكاتب كلنا نعمل لله كلنا نعمل لإعلاء كلمة الله كلنا نعمل لرفع راية الله ولدحر هذا المد الصفوي الذي يريد أن يتمدد في أرض الوطن العربي كالسرطان الخبيث نحن في سوريا لا نقاتل النظام المجرم وحده وإنما نقاتل إيران الصفوية التي أثبتت أن الإسلام بريء منها كل البراء تبدع الإسلام وتقف إلى جانب نظام كافر نظام ملحد كل من يقف مع النظام كل من يؤيد النظام ولو كان أكبر شيخ ولو كانت أكبر علمه فهو كافر وملحد مثل هذا النظام نعم لأنه لو لم يكن في قلبه كفر وإلحاد لما تواطأ مع النظام لا تستمعوا لأي شيخ مغرب لا تستمعوا لشيخ عميل ولا لمختار زنديق ولا لوجيه يتعاطف مع النظام كلها إلى سوف يحشرون مع النظام في نار جهنم وبئس المصير بارك الله فيكم بارك الله في جهادكم بارك الله في سلاحكم وبارك الله في شهدائكم وفي جرحاكم وإلى اللقاء في سوريا بعد أن يتهاوى نظام الأسد الحاقد المدرم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته